السلام عليكم ان شاء الله تكونوا بألف خير اليوم ان شاء الله جيتكم بروسيت سبيسيال شوية يمكن تعرفوها ويمكن ما تعرفوهاش لكن حبيت اقول لكم عن فوائد متاحة و الكم يعني الهيئة الفيتامينات و الفوائد متاحة كسوسوها للحامل ولا للنفس ولا للرجال ولا للنساء و خاصة للاطفال وتستعملها كبداء الصحية للسكر ولا حتى للمحليات استعملوها للكوكيس و برشة برشة وصفات خطر نجم وزيدا نداوي و بها مشكل اللثة و غنية بالعديد مثل الفيتامينات و فيها البوتاسيوم و السوديوم فيها برشة فوائد يعني متجموش تستغنو عليها و ديجا هي مستخرجة يعني من الغلة اللي المذكورة في القرآن اللي هي التمر اليوم ان شاء الله بشان قدم لكم دبس التمر وصفة مهمة جدا ان شاء الله يربي تستفيدوا منها و تبقوها كسوسوى لكم ولا لصغيراتكم حاجة لوكسة على الاخر وبنينة و صحية وهي لبرشة كسوسوى للمشاكل الهضمية و تساعدها في برشة مشاكل كسوسوى للشعر و فيها برشة فيتامينات و منهم الفيتامين ا جربوا الوصفة و عملوها و ردوا لي تصبيقاتكم و يلا نمشوا مع بعضنا للطريقة الريق التحذير و المقادير بالضبط ان شاء الله دوك الهنا بالنسبة لي بالنسبة لي كيلو متاع تمر حصلي مقدار متاع ليلى الله الله محمد رسول الله سبعمية و خمسين ميلي لتر يعني العلبة هذيك البلار دوك دوك الهنا اول حاجة بش نبدأ بها اللي هي نوعية التمر من المستحسن يكون عندكم التمر هو مفروض مش مفروض اما مستحسن يكون تمر و يكون تمر عسلي لحقيقة منحبش نسمي نوع معين على خاطر نجمو تعملو التمر اللي يكون معسل شوية ولا طايب اكثر من اللازم نوك هو مفهمة النواع عديدة و عديدة جدا فما مرة عملتوا بالعجوة حاجة بالحق بنينة على الاخر و حاجة صحية برشة برشة نوك هنا عندي كيلو جرام كامل من التمر منزوع النواة ممسوح ما ننصحكمش انكم تغسلوا التمر خذركم تغسلوه اما ممسوح كعبة كعبة و اذا كان جاكم عسلي برشة و يقعد يتلسق ما عليكم كان انكم تغسلوه هنا الحقيقة بما انه اضطريت اني نغسله بعد ما مسحته بالطبيعة كمية كيلو التمر هنا على كل كيلو جرام من التمر يلزمكم تغمروه من الماء كسسوها تحطوا لتران من الماء او لتران ونصف انتم و القدر اللي بيشتغلوا فيه ولا انتم و طنجرة ولا القدر نوك هنا عندي لترتين من الماء حطيتهم في الطنجرة غمرت التمر بكله الطنجرة كانت صغيرة و اللي حطيت فيه طنجرة ما اكبر و غمرت التمر بشكل هذا يعني مجمل الماء اللي حطيته لتران ونصف و خليته على نار من متوسطة الى هادئة و كل مرة كنت ننزع فك الرغوة اللي موجودة من الفوق بعد ما نزعت الرغوة خليتك المكسور بلانجان و بعد ما مرت تقريبا ساعة على غليان التمر و اللي تنرحي فيه شوية شوية ما خليتهش لنطاب على اللخر يعني خليته لنطريه هكه هبال التمر يا هبال نقولوا احنا قولوا هبال لكن هو طعب على اللخر براس القليبي تفتت عملت له ذربة خفيفة هكه شوية شوية بالمكسور بلانجان و خليته حتى لين برد تماما لكن في اثناء هذاكه كنت ديما نحي فك الرغوة البيضة اللي تطلع لجنب خاطر هي تقلص من عمر دبس التمر دونك التزموا بالنصائحة هذي على خاطر اذا كان بش خليه الرغوة راهي الرغوة بش نقصلكم من عمر الربم تاعكم دونك رب التمر مهم جدا فيها العديد العديد من المنافع والفوائد اعملوا لصغيراتكم ينظفهم حتى صدوراتهم باهي للكحة وزدك في كيف يقويلهم المناعة متاحهم ويحل الشاهية للبيبيات اللي الشاهية متاحهم قليلة وللاطفال ما ننصحكمش يعني ديما تعملوا تعطيوا الحاجات هذي للاطفال اللي العمر متاحهم دون الاربعة اشهر ديما من سبعة شهور في مانية شهور فما فوق تعطيوهم دبس التمر عليش خطر هو محلة طبيعي وشي هو اللي ادي تكتي السكر وليكم مكاكة مشكلة ويستنسب الحاجة الحلوة هنا التمر بعد ما رحيتو وطاب لي وخليتو جي ساعة ونص ساعة واربعة وهو يغلي على نار هادية المتوسطة شوفوا كيف شو صار خليه حتى لين يبرد وبعد ذلك باش نصفيه الكلو ونسقطرو نسقطرو باش نتحصل على الليكيد يعني ماء التمر والبقايا البقايا مطيش همش خطر عندي رسات متاع دي كوب كيك وكيك بالبقايا متاع التمر ان شاء الله خليكم الرابط متاحه وتحكي فيه صندوق الوصف ذاته كيف كيف البقايا متاع التمر ما ترموه مش على خطر بقايا التمر غنية بالالياف وكيف كيف زادة مليانة بالفوائد ما حرام يعني انكم ترميوها ورمتو متنجم وتتفادوا بيهم في العديد العديد من الوصفات ناكره هنا كيف ما شفتو بعد ما صفيتو باش نتخلص من هك البقايا هذوك باش نتخلص منهم نحطهم في المجمد ونعملكم بيهم ان شاء الله كيك منفوخ وجميل جدا تستفادوا منه وغني بالفوائد لك باش نرجع الهنا الخليط متاع الماء متاع التمر هذيك نخليه يغلي على النار حتى ليني يتقلص ويصير عندي مزيج يعني عسلي ويكثر الفقاقيع فوقها باش نقول كيف كيف تعرفوا العملية هذي نقل هنا يشوفوا كيف كثرة فيه فقاقيع باش تاخدوا سحن وتحطوا فيها شاكفوه سحن يكون نظيف وما فيهوش ماء تاخذوا ملعقة وتحطوا فاكسحن ذاك يكون دجا بارد وتشوفوا ومتوما تقيسوا مداء الخطورية اللي عندكم بالنسبة لي حبيتوا يكون عاقة بارشة كيف العسل باش كنعتيهم غرفة يدور ما يقعدش يعني تقطر ولا تقعد سيلة يعني زيادة عن اللزوم ومتوما تنجموا تتحكموا في مداء الجرو ولا الخطورية متاع دبس التمر ولا رب التمر اللي عندكم ان شاء الله يارب تكونوا استفدتكم استفدتوا ما تكونش فلتت عليكم حتى معلومة الهنا في المرحلة هذي رب التمر متاع باش نطفع ليه القاس شوفوا كيفاش الفاقة قيعا النار هنه هذي على الاخر خليتوا على راحتو شوفوا كيفاش الفاقة قيعا متاع واللد كثيفة ورقيقة جدا تعطيني رزولتها مزينة على الاخر في القوام هذا شوفوا محله الهنا طفيت القاس باش نخليه لين يهدى ويبرد باش نعبيه في العلبة البلاورية اللي تكون دجا معاقمة ومدة صلوحية متاعه هنا بشطول وباش نجمه تستعملوه حتى لسناء او لاكثر تستعملوه كبداء صحية للسكر كسسوا في الكوكيز يعني تبدلوهم على السكر البني ولا الكيكات خاصة البراونيز يعطيكم بنين بنين على الاخر خاصة الكوكيز زاد بنين على الاخر فيما كيكات زادة كسسوا كيكة التمر ولا البسبوسة زادة كيف حاسيلو حاجة لوكس لوصفت هذه الكل تون شركها معاكم شوفوا هاك القوام صدقون يبنين على الاخر وحلو وتنجموا تعملوهم الفطير الصباح ان شاء الله ربي يفتحها عليكم وان شاء الله ربي يرزقكم وهي بصراحة فكرة زادة ممتازة لمشروع منزلي بتكاليف بسيطة دوا مقالي كمش نقولكم دمتم في رعاية اللي هي وحفظة لكن قبل ما نمشي لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو ولا اشتراك وتضغطوا على الجرس كانكم اول مرة تزوروا قناتي وما تبخلوش عليها بطبيعة باش تخليوا كومنتر مزيين واني نحبكم برشة ونبدأ نستنى في تعليقاتكم بدقيقة ودرجة وكان مفهمتوش اي حاجة خليوا لي سؤالكم تحت في الكومنت تحت الفيديو وطبا بقالي مشغلكم بسلامة وخليتكم ان شاء الله في عائد اللي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة